تم الالان بشكل رسمي عن الريل مي سي 35 يوم عشر فبراير ولكن الاعلان ده مش بشكل اعلامي متوقع يتم الاعلان بشكل رسمي عن الموبايل اخر شهر فبراير اللي هو شهر اتنين الجاري موبايلات ريل مي في سلسلة السي هي موبايلات اقتصادية ولكن برغم ان الموبايلات دي موبايلات اقتصادية بتكون موبايلات قوية جدا وبتقدم مميزات قوية ومميزة مقابل الاسعار اللي بنزل بها. المميزة randomization طبعا. غالينا يا معلم بقى نشوف الموبايل الجديد في سلسلة السي السي خمسة وثلاثين بيقدم ايم ريلمي. انا عارف ان الفيديو ده تأخر شوية. كنتم حضر ان الفيديو ده ينزل من فترة. ولكن للاسف الموبايل بتاعة داشميله وتكسر. فبعتذر جدا عن التأخير في تنزيل الفيديوهات. بس قبل ما نبدأ فيها حاجة طبعا اكيد لازم تنزل تعمل لايك للفيديو ده. وتسبسكريب هنا في القناة عشان احبك. لان اغلب المشاهدين اللي بيشوف الفيديوهات مش مشتركين في القناة. ولازم يا معلم تتابع الفيديو ده الاخر لان هاخد رأيكم في حاجة مهمة جدا بخصوص القناة والفيديوهات اللي بتنزل عليها. فشوفوا الفيديو الاخر وقل اراجك في الكومنت ستاحك. بالنسبة لتصميم الموبايل فهو اجيه على نفس الخطة بتاعة موبايلات ريلمي. زي ريلمي ناين اي وناين برو بلاس. واخد نفس اللوك بتاع التصميم وسيطة بالكاميرات. ولكن التصميم هنا بالكامل والفريم من البلاستيك. من غير بقى كلام كتير التصميم هنا بالكامل من البلاستيك. بالنسبة بقى للشاشة يمعلم والواجهة الامامية. والموبايل هنا بيجيب شاشة 6.6 انش بكسافة بيكسل ربعمائة وواحد بيكسل لكل انش. مع معدل برايتنس بيوصل لحد ستتميت نيتس. انت واخد بالك من الرقم. ولكن الغريف في الموضوع الصراحة ان الموبايل ده بيجي بسعر التصادي وبيجي بستميت نيتس في معدل برايتنس. وان الاوبو رينو سيفن برو 5 جي بيجي بستميت نيتس برضو فضع الزروة. فمش عارف اوبو بتستهبل اصلا ولا اي اللي حصل لها مش عارف الصراحة. ولكن حاجة غير مقبولة تماما. وانا صنفته ان واحد من اسوأ الموبايلات اللي عملتها اوبو. تقدر تروح تشوف الفيديو ده على القناة بتاعتي هتلاقي في الايفو دلوقتي. ما تنسوش طبعا تقول لي في الكومنت ستحت اي رأيكم في الموبايل ده. الشيء اللي كنت متمنى الصراحة واطمع فيه سيكا ان الموبايل ده يجي برفريش ريت سريع تسعين هرتز المسلا. كان الموبايل ده هيبقى جبار جدا ويقدم شاشة خزعبلية. رغم انها اي بي اس طبعا. ولكن فئة الموبايل الاقتصادية ما عنديش اي مشكلة مع الشاشة دي. اعيب تعني هو الاستحواس بتاع الموبايل. الحواف بتاعت الموبايل هنا تخين قوي. الحواف والشكل واللوق بتاع الفين وتمنتاشر ده. واضح ان ريلمي عندها شوية شاشات متخزنين من الفين وتمنتاشر حاجة زي كده وبتنزلهم في سلسلة السي على طول. نفس اللوق ده بتاع الموبايلات كلها تقريبا. بس اثناء السي وان اللي كان بيجي بالنوتش بتاع الايفون. فاتمنى اتمنى ان ريلمي تنزل موبايلات بتصميم افضل سلسلة السي. عن التصميمات اللي عمالين نشوفها من ساعة اصدار السلسلة الاول. انا عرف كويس جدا ان الموبايلات دي موبايلات اقتصادية اكتر. انها بتقدم موبايل اقتصادي بسعر معقول شوية. عشان تقدر توافق بين المميزات دي وبين الاسعار بتاعت الموبايل. ولكن مش لدرجة ان السلسلة كلها تكون من نفس التصميم يعني. وبالنسبة للمعالج او الاداء فالموبايل هنا بيجي معالج تايجر تي ستمية ستاشر. وملحوظة كده مش عايزك تتغرف اسم المعالج. هو اسم تايجر بس هو قط عادي يعني. المعالج ده معالج متوسط. والصراحة لو جينا لحق فهو اقل من المتوسط سيكا. المعالج ده بيجي باداء افضل سيكا عن الجيل اللي فات السي خمسة وعشرين واي. ولكن بيجي بالتايجر تي ستمية عشرة. وغريب جدا من اداء المعالج الجي خمسة وثمانين. معافة رؤات بسيطة طبعا. الموبايل هيديك اداء حلو. بس مش قوي. ومش عايزك ترفع سقف احلامك قوي. لان الموبايل ده في الاخر موبايل متوسط. وبالنسبة لبوبجي فالموبايل اصلا مش موجه للعب. اي نعم هيشغل على اقل اعدادات طبعا. وهيديك اداء ثلث نسبيا. ولكن طبعا مش بالشكل اللي انت ما تخيله اصلا. الموبايل هيديك اداء كويس ولكن مش اقوى حاجة اكيد. الموبايل هنا بيجي باربع او ستة جيجا بايت رام مع اربعة وستين او مية ثمانية عشرين جيجا زاكرة داخلية. نوع الزاكرة هنا يقف اس تو بوينتو. ونوع الرام هنا لحاجة كويسة جدا. والموبايل بيجي باي اخيرا اخيرا ايوة الموبايل بيجي بفينجر برينت سنسور في زادة البور. ما عداش طبعا نشوف الفينجر برينت في ظهر الموبايل اللي بيخليشك للموبايل مش لطيف قابلا. والموبايل هنا بيدعم الان افسي. بنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي بكامرتين خمسين ميجابيكسل كاميرا السية وسنسورين اتنين ميجابيكسل واحد الماكرو واحد العزل. ما الهمش اي لازمة الحقيقة مجرد حاجات دعائية بس وتسوقية بحتة. والكاميرا الامامية هنا تمانية ميجا بيكسل. طبعا كويس ان الموبايل بيجي بخمسين ميجا بيكسل كمال اكسية. ولكن طبعا زي متعودنا من ريلمي فاكيد تجربة الكاميرات هتكون مميزة. ومعالجة الصور اللي بتطلع في الموبايل ده هيكون اداء حل. وطبعا بين قوسين كده هيكون الاداء فيه. ايوة السكن تون والتلميع الزيادة والتجميل في الصورة. انا مبحبوش الصراحة وشايفو فيك اكتر. كل واحد فينا عنده حاجات كده مقتنع بيها. فلو انت عندك رأي مختلف ديفوه في تحت. الموبايل بيجي ببطارية خمسة الاف ميلا امبير. بطارية كوية جدا. رقم كبير مش سهل ابدا. وشاحن تمنتاشر وط. كنت اتمنى ان الموبايل ده ييجي بخمسة وعشرين وط. ويكون تجي تطوير عن الجيل اللي فات. ولكن لسه بيجي بتمنتاشر وط بس. بالنسبة للاسعار بتاعت الموبايل واللي ومن الالان عنها في تايلاند. النسخة ال64 سعرها مية خمس وسبعين دولار حوالي 2750 جنيه مصري. لما ينزل مصر هنا يكون بحوالي 20950 جنيه. او 3000 جنيه تقريبا. النسخة ال وعشرين بمئة وتسعين دولار. بحوالي تلات تلاف جنيه مصري. لما ينزل مصر هنا يكون بحوالي تلات تلاف وتلاتتمية جنيه تقريبا. الاسعار دي طبعا ممكن تزيد او تقل سيكا. ولكن الفرقات هتكون بسيطة جدا مش كبيرة قوي. بالنسبة الرأي ان الموبايل ده مازال موبايل كويس. ولكن كنت اتمنى تصميم شاشة يكون افضل من ناحية التصميم والاستحواز والحواف الجانبية والبزل الكبيرة دي. اللي فيه الكاميرا الامامية. ولكن مازال الموبايل موبايل قوي. وكنت اتمنى طبعا ان الموبايل ده يدعم سريع التسعين هرتز. كنت اتمنى طبعا ان الموبايل ده يجي بكاميرا الترا وايد. تمانية ميجا بيكسل مثلا. وريلمي تستغنى عن السنسوريل من الهمش اي ستين لازمة. بتاع الماكرو لينس والديبس اوفيل. ولكن للأسف مفيش اي اختلاف عن الجيل اللي فات. وطبعا تم حل بعض المشاكل في الجيل اللي فات جزئيا وليس كليا. زي البصمة اللي بقى في زرار الباور. مع ده اعمل ولكن ما زال فيه بعض المشاكل الاستحواز السيء السريع اللي مش موجود في الموبايل. وده اعمل الكاميرا الالترا وايد. والشحل الخمسة عشرين وط. ومتوقع نزول الموبايل ده بشكل رسمي في السؤال العلامي نهاية الشهر. اللي هو طبعا شهر فبراير الجاري. او شهر اتنين. الحاجة اللي انا عايز اخد رأيكم فيها جماعة. ودولي في تحت الحاجات اللي انت عايزين تشوفوها عنها قادمة. هل ممكن نجيب موبايلات مثلا نتكلم عليها? او نجيب مثلا زي البند مثلا او او الحاجات دي? قولي لي في تحت الحاجات اللي انتم مكمين بيها. ونشوف بقى الحاجات اللي انا ممكن نعمل لها هنا على القناة. بس يا معلم. لو عجبك الفيديو اكيد لازم تعمل لايك. لازم تعمل ابن سبسكرايب وزن في فيديوات كدا قادمة قوية غدية